شكرا لكل المشاهدين زيكو حبيبيو عاملين ايه طبعا انا مقول لكم تاني ان انا الحمد لله اعملتي مثل الانتساب بتاعدي فعالتها وعملتي مزاي كتيرة قوي قوي على القناة بتاعتي واي حد هيدخل هيشوف المميزات اللي انا عاملها المنتسبين هتنفعكو قوي وهتنفع قناتكو وهتتدصبتو منها فلول اي حد شايف ان المحتوى بتاعي هيفيدو يدخل ينتسب عندي ده لو انت شايفين ان قناتي حلوة تستهل طيب اقول لكم بقى النهاردة طريقة عمل الجنباري باللمون والتوم طريقة حلوة وهتدصبتكو وجميلة جدا لو جربتيها مش هتدطري تعمليها بصي بقية ستة هيجيبكم سمية جرام جنباري مؤشر واربع معالي زبنة واربع عفلسوس توم مهروسين وربع كوبية عصير لمون وملح وفلفل اسود طيب دي المكونات بتاعتي طيب هتقول لي يا روكا طيب هنقول لكم الطريقة هنجيب مقلاة ونحط فيها ونحط الزبتة بتاعتنا ونسيحها ونحط الطوم ونضيف الجنباري ونقلي حتى يتغير اللون بتاع الجنباري بتاعنا هنملحه بالملح والفلفل ونقلب المكونات كلها كويس قوي قوي مع بعضها ونضيف اللمون اللي هو عصير اللمون ونقلبه كويس حوالي ديقتين كده وبعد كده احنا هنحطه في السيرفيز بتاعتنا وممكن نجمله بقلونس مفروم والف عنا وشفا ويارب يكونوا وصف عجبكو ولو رصح عجبكو متنسونيش في اللايك وشتركوا بقناة مع تحياتي روكا اشتركوا في القناة